كيف حالكم أصدقاء؟ أسعد الله كل أوقاتكم الصفقة التي شاركتكم إياها يوم أمس على قناة اليوتيوب وعلى قناة التليجرام بفضل من الله الآن تصل إلى الهدف المحدد إلى المنطقة التي دخلنا منها هي منطقة الـ 65300 تقريبا كانت قريبة من ضرب الستو بلوز لكن الحمد لله كان تحليلنا جيد كسر كاذب أسفل الدعم الأسبوعي والحمد لله كان الارتداد هو سيد الموقف بيربح أكتر من 6% إذا استفدت من هذه الصفقة سواء على التليجرام أو اليوتيوب كتب لي هالشي هذا بالتعليقات ودعمكم أكيد بيهمنا أصدقاء حتى نشاركتكم هيك صفقات المنصة اللي بتداول عليها سواء بيتكوين أو فوريكس هي منصة أكسنس منصة رائعة جدا مجرد تسجيل عن طريق رابط إحالتنا بهالمنصة بتقدر تستفاد من توصياتنا المجانية سواء على الفوريكس أو على البيتكوين بعدما توسق الحساب تعمل إيداع تواصل معي حتى يتم إضافتك إن شاء الله شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين كل هذا رح نناقشه بهالفيديو هل الإيجابية بدأت تظهر على البيتكوين والارتداد يستهدف كسر القمة إذا أقول مرة بتشوفني مهتم بمور تداول بشكل عام أتمنى منك لاشتراك بالقناة دعم المحتوى حتى نستمر بتقديم المزيد البيتكوين أصدقاء إذا بتتذكروا ناقشنا معكم هالسيناريو سيناريو صار بالـ 2020 مع وصولنا للقمة الرئيسية شفنا تقريبا 3 شمعات أو 4 شمعات داولنا فيها بالقرب من القمة الرئيسية أول شمعة صحيحة عنا بنسبة 14% ثاني شمعة صحيحة عنا بنسبة 11% بعدها شفنا كسر كبير وصعود خرافي لحنا عند مستويات القمة هاي بمثل الخط الأصفر ممكن نشوف شمعتين أو 3 تتداولنا قريبا من القمة وهذا يعتبر أمر إيجابي جدا في حال داولنا بشكل أسبوعي بشكل جانبي قريبا من القمة هذا رح يعطينا مزيد من الصعود لمناطق الأربعة وثميني ألف لكن بشرط الحفاظ على مستويات الـ 58 كمناطق دعم أسبوعية لا يسمح للبيتكوين التداول أسفل مناطق 58 ألف والإقفال بشكل أسبوعي التصحيح الحالي أصدقاء برجع بذكركم تصحيح طبيعي جدا مع انطلاقنا من القاع كنا نشهد تصحيحات تتروح من 20% إلى 22% لحد الآن التصحيح الحالي تصحيح تقريبا بنسبة 12% وصل التصحيح وممكن يتعمق خسائر البيتكوين مع اقتراب الهالفينغ ويوصل لمناطق 22% وممكن نكتفي بالتصحيح الحالي هذا اللي رح نراقبه نحنا على الشارت على الفريمات الصغيرة في حال بيتكوين صحح لـ 22% قد تكون مستويات الـ 58 ألف هي الهدف التالي بالنسبة للبيتكوين على المدى القصير أصدقاء منقدر نركز على منطقتين المنطقة يلي باختراقها ممكن نحكي عن إعادة سيطرة المشترين على السوق وإعادة الإيجابية بالكامل للبيتكوين المنطقة هي بتمتد من الـ 69 ألف إلى الـ 70 ألف ومئتين لحنا بحاجة إلى سبات على هالمنطقة حتى نحكي عن احتمالية كسر القمة إن شاء الله لكن في حال كسرنا منطقة الـ 64800 للـ 65 ألف نقدر نحكي إنه البائعين تغلبوا على المشترين بهالمنطقة وممكن نشوف مزيد من التراجع أنا بالسابق خبرتكن إنه ممكن أفتح صفقة بمناطق 63 ألف لكن حاليا بما أنه اخترت إني أدخل بمناطق الـ 65 ألف و300 رح إلغي الصفقة بهالمنطقة هي وإكتفي فقط بالمراقبة صفقتي الحالية رح إجني بعض الأرباح من المناطق الحالية ورح خلي الـ stop lose على الدخول لأنه في الغالب البيتكوين إذا عاد لمنطقة الـ 65 ألف ممكن نشوف مزيد من التراجعات المنطقة أنا اللي فضل انتظارها هي منطقة الـ 61800 لمناطق الـ 60 ألف هاي المنطقة اللي فضل أنا الراقبة كمضاربين إن شاء الله عنا تمركزات بالـ 65 ألف للـ stop lose على الدخول هو أفضل خيار حاليا ما رح قرر بالدخول بأي صفقة حاليا لحتى شوف أما اختراق لها المنطقة سبات أعليها أو ممكن البيتكوين يعود أدراجه لمناطق الـ 65 ألف ورح نشوف كيف رح يتعامل مع هالمنطقة إذا حاليا أنا مراقبة رح اكتفي بالصفقة اللي فتحتها يوم أمس ركز على منطقة الـ 65 ألف لا يجب على البيتكوين أن يفقدها في حال فقد البيتكوين استقر أسفله للأسف ممكن نشوف مزيد من التراجعات مفتاح الأمان إن شاء الله تداول أعلى الـ 70 ألف ما بدنا شمعة تصفية تسكرنا عقود الشورت وترجع تعيد الهبوط من جديد أسفل مناطق 69 ألف إحنا دي حاجة لاستقرار شمعة زخم استقرار إن شاء الله وهيك رح نتوقع مزيد من الصعود ومنتظر إن شاء الله فرصة تصحيح 22% لمناطق القريب من مناطق الـ 58 ألف زيارة سريعة لمناطق الـ 58 ألف والارتداد منها على الـ 60 ألف رح تكون فرصة جدا جيدة للتعزيز بالعملات البديلة حاليا أنا مراقبة بكتفي بالعملات اللي داخل فيها هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن أعجابكم إلى لقاء فيديو جديد إن شاء الله